أهلا وسهلا بكم أيها الأعزاء مع حصة جديدة من حصص العربية للسابع في مسلسل التعلم عن بعض في رحاب المدرسة الفلسطينية فهيا بنا لنتذكر أجب ضع كلمة نعم أو كلمة لا أمام ما يلي درسنا الجديد من النثر من فن الأحاديث النبوية الشريفة عن النبي من رواة الأحاديث الشريفة عن النبي معاذ بن جبل سؤال معاذ الأول للرسول كان عن عمل يدخله الجنة امتنع الرسول عن إجابة معاذ عن سؤاله الصعب من الأعمال التي تدخلنا الجنة الإيمان بالله وحده والصلاة من أبواب الخير التي أخبر بها النبي معاذا الصدق إلى هذه الصفحة المجتملة على الإجابة ولكن تبقى الأسئلة قائمة هل يخبرنا الرسول الكريم بأمور أخرى تدخلنا الجنة ما أشهر تلك الأمور الطيبة التي تحدث عنها وما أشهر الأحاديث الشريفة النبوية التي تحدث فيها عن تلك قراءة أحاديث نبوية شريفة إلى الجزء الثاني الأخير حيث الصفحتان الخامسة والسادسة على الترتيب والآن اقرأوا الجزء الثاني الأخير قراءة صامتة حيث الصفحتان الخامسة والسادسة على الترتيب من قوله قال رأس الأمر إلى قوله ما قبله إلى هذا الجزء الثاني الأخير فقرؤوه بصمت بعد القراءة الصامتة للجزء الثاني الأخير السابق أجب ضع كلمة نعم أو كلمة لا أمام ما يلي درسنا الجديد من النثر من الأحاديث الشريفة عن النبي صواب أم خطأ من رواة الأحاديث الشريفة الجديدة عن النبي أبو هريرة ابن مسعود تمثل الصلاة عمود الدين ويعد الجهاد أعلى مكان فيه إطلاق اللسان في أعراض الناس تهذيب لإسلامنا السليم من الأعمال التي تدخلنا الجنة ممارسة العفو وممارسة التواضع إلى هذه الصفحة الجديدة المجتملة على الإجابة إلى هذا الجزء الثاني الأخير سأقرأه لكم فاتبعوني أو فتابعوني قال أي رسول الله رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه قال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإنا لم أخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم يشرح الرسول الكريم لمعاذ عن رأس الأمر وعموده وذروته فالإسلام مبنى كبير قاعدته الشهادتان والعمود الذي يخرج من تلك القاعدة الصلاة والجزء الأعلى في ذلك المبنى هو الجهاد ثم ترى الرسول يشجع معاذا على عدم إطلاق لسانه في الآخرين بالسوء لأن مثل ذلك يقذف بالناس في النار على وجوههم إلى الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصد صدقة من مال وما زاد الله رجلا بعفو إلا عزة وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله يشجع الرسول في هذا الحديث الناس على بذل الصدقات للمحتاجين فالصدقة تزيد المال بركة وكذلك يشجع الرسول الناس على أن يعفو عن من أساءوا إليهم فبالعفو أو فالعفو يرفع من مكانة صاحبه عند الله تعالى ومن عامل الناس بحسن أخلاقه منحه الله الجنة إلى الحديث الثالث عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يجب ما قبله معنى ذلك أن الإسلام الكريم شجع الكفار على أن يفتحوا صفحة جديدة مع الله فإذا ما أسلموا فإن الله سيسامحهم على ما كان منهم من أعمال سيئة قبل الإسلام إلى هذه الصفحة المجتملة على الكلمة ومرادفها والجملة الجهاد القتال بلى أجل أخذ أمسك الجملة الجهاد في سبيل الله أسمى أماني المسلم الحقيقي إلى الكلمة ومضادها ثكيلتك عشت يكب ينقذ إلى المفرد وجمع صدق صدقات صدقات جمع مؤنث سالم إلى هذه الصفحة إلى الفكرة الرئيسة للجزء الثاني الأخير وهي أعمال وصفات تدخل للجنة موطن الجمال حصائد ألسنتهم شبهت الألسنة بأناس يحصدون زرعا خبيثا ومثاله الإسلام يجب شبه الإسلام بدواء سليم يعالج الناس أجب ماذا تعلمت من الجزء الثاني الأخير للدرس نقص من ضع التركيب في جملة مفيدة الإسلام يجب ما قبله حدد المبتدأ والخبر واذكر نوع الخبر فيما سبق حصائد ما سر كتابة الهمزة المتوسطة على نبرة إلى هذه الصفحة المجتملة على الإجابات التي ترى أخيرا إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر